ازاي تربح اكتر من مئة دولار من جوجل نيوز? ده سؤال اتسألته من احد اصدقائنا على القناة فما تروحش بعيد علشان تعرف ازاي هتربح من جوجل نيوز بشكل مبسط. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم من جديد في قناة تتعلم دوت نت ودرس جديد من دروس العمل والربح من الانترنت. زي ما قلنا في مقدمة الفيديو انا تسألته سؤال من احد متابعينا واصدقائنا على القناة. كان السؤال بيقول ممكن تنزل شرح عن الربح من جوجل نيوز بشكل مبسط لانه مشروح في قنوات تانية بشكل معقد. ولك جزيل الشكر. اول حاجة انا بشكرك لانك آآ شاركتنا سؤال واستفسار وطريقة ربح انا ان شاء الله هنجاوبك على السؤال ده ونعرف ازاي تربح من جوجل نيوز بشكل مبسط. طبعا بوجه شكر لكل قنواتنا القنوات الاخرى واصدقائنا في القناة الاخرى اللي قدموا الشرح. لانه برضو تعبوا في المحتوى اللي بيقدموه. واكيد بدعوكم من هنا ان اي حد او اي صديق على القناة محتاج يفعرف او يسمع شرح معين لاستراتيجية معينة. هنتظر اسئلتكم وتعليقاتكم في الكومنتات تحت الفيديو وان شاء الله نحاول نشرح الاستراتيجيات اللي انتم بتطلبوها او الطرق اللي انتم بتطلبوها وعايزينها نشرحها بشكل مبسط ليكم هنا لكل اخ واخت على القناة. نرجع بقى لموضوعنا وازاي هتربح من جوجل نيوز بس قبل ما نعرف التفاصيل ما تبخلش علينا بلايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك جديد فيديوهاتنا. وندخل في الشرح مباشرة بقى. ازاي هنربح من جوجل نيوز? لو دخلنا على جوجل نيوز او اخبار جوجل بتكون بالشكل اللي قدامنا ده. بما عنا اضاق عبارة عن مقالات اخبارية بتتكلم عن كل حاجة والمسؤول عنها هو جوجل. طيب في الاول كده هل انت مجرد ما تدخل على جوجل نيوز او اخبار جوجل انت هتكسب ارباح هل جوجل او الموقع نفسه او جوجل نيوز ده هيدي لك ارباح بمجرد ما تدخل عليه او مجرد ما تشتغل عليه? قطعا لا. مفيش حاجة كده. الله ام قال ايه الموضوع اللي كل شوية? ازاي تربح من اخبار جوجل? ازاي تربح من جوجل نيوز? هقولك بشكل مبسط. جوجل نيوز او اخبار جوجل ما هي الا اداة بتستخدمها في مجال الربح والعمل على الانترنت. تمام? ازاي? يعني انت هتبدأ تشتغل وتستغل المقالات والاخبار اللي موجودة على جوجل نيوز في احد الطرق الربحية الاخرى اللي عن طريقها بتستخدم جوجل نيوز ده كترافيك ترافيك تجذب بيه المشاهد فبيبدأ يدخل على احد المحتوات الربحية اللي انت هتستغلها واللي هنعرفها في فيديو النهاردة. ارجوك كده تكون المعلومة وصلت. بفكرك كده في نص الشرح ان انت لو بتتكلم اللغة العربية وبما انك بتشوف الفيديو ده فانت اكيد بتتكلم اللغة العربية فانت قدامك فرصة لتحقيق ارباح تتخطي الالف دولار شهريا من اللغة العربية لو عايز تعرف تفاصيلها هتلاقي الشرح يفوق في عرف الايان. نرجع بقى نكمل الشرح وازاي بقى هنربح من او بتحديد اللفظ الفعلي ازاي هنكسب ونربح باستخدام جوجل نيوز او باستخدام اخبار جوجل. اول حاجة انت هنا بتتفحص الاخبار. احنا قدامنا حاجة من اتنين. اما تعتمد على الاخبار اللي موجودة في يعني تستغل كل الاخبار اللي موجودة في الولايات المتحدة الامريكية. لقي ان احنا في استراتيجيتنا هنستهدف الولايات المتحدة الامريكية. او ان انت تستغل الكاتيجوري او التصنيفات او المجالات الاكسر شهرة. حاجة من اتنين. يتستهدف دولة. يتستهدف نيتش او كاتيجوري او تصنيف او مجال. هو الاكسر شهرة واللي عليه معادلات بحس كتيرة. ازاي? اما ان انت تستهدف الولايات الستيتس عشان معادلات الدفع بتاعهم اكبر في جميع المجالات عموما. او انت تدخل مسلا على مجال التكنولوجي. او على مجال ال الرياضة. او مجال الهيلس. تمام? او مجال الصحة. هم دول التلات مجالات اللي دايما بنصحك ان انت تشتغل عليهم. فزي ما انت شايف برضو الموقع بيصنف لك كل المقالات والاخبار اللي بتتكلم عن الصحة. او ممكن تبحث بالاخص عن التوبيكس او الموضوعات المحددة اللي انت عايزها. وليكن مسلا نبحث عن الويتلوس. مجرد ما بيبحث عن الويتلوس بيجيب لك بقى هنا زي ما قلنا الاخبار والمقالات اللي بتتكلم عن الويتلوس. بنبدأ بقى ناخد اي مقال بتتكلم عن الويتلوس. وليكن ده المقال اللي هو بتكلم عن الاكل والتخسيس. تمام? بابدأ اضغط عليه علشان يجيب لي محتوى المقالة. زي ما احنا شايفين اول حاجة هنا جاب لي محتوى المقالة بتكلم عن التخسيس والنظام الغذائي ووالي اخره. كلنا بعمله علشان افهم الموضوع اكتر ببدأ اترجم الموضوع اللي قدامي للغة العربية عن طريق اي اضافة من اضافات آآ جوجل زي ما احنا شايفين. علشان افهم بس الموضوع ايه? او المقالة دي بتتكلم عن ايه? بمجرد بقى ما تبدأ تقرأ المقالة وتعرف محتوها ايه? وتعرف هي بتتكلم عن ايه? بنبدأ بقى نوظف المقالة او الخبر ده على حسب الطريقة او الاستراجية اللي احنا هنربح منها. احنا عندنا اكتر من تلت او اربع طرق للربح باستغلال او باستخدام اخبار جوجل. اول طريقة نستغل للاخبار دي في حاجة اسمها الربح من السي بي ايه. يعني ايه الربح من سي بي ايه? سي بي ايه تعني يعني الدفع مقابل فعل. يعني ايه? انت بتروج مقالة الناس كلها بتبحث عنها او العملاء بيبعثوا عنها او الزباين بيبحثوا عنها بيبحثوا عن طريقة للتخسيس او الحفاظ على الجسم او طريقة لعلاج السكر او 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 او. هو علشان يوصل للمقالة دي لازم يقوم بفعل. يا اما يدخل البريد الالكتروني بتاعه او يسجل رقم تليفون او يحمل تطبيق او يحمل لعبة. بمجرد ما بيعمل او يقوم بتنفيذ اي حاجة من دول هو بيدخل على المقالة او المعلومة اللي هو بيدار عليها. وفي نفس الوقت انت بتبدأ تحصل على ارباح من مواقع السي بي اي. طيب اشهر مواقع السي بي اي موقع سي بي اي بلد. من اشهر وافضل المواقع على الاطلاق. وبتقبل تقريبا كل العرب. تقدر تسجل في موقع سي بي اي بلد من هنا. وتعرف التفاصيل وتعرف ازاي تستغل موقع سي بي اي بلد في الربح من سي بي اي. انا مش عايز اشرح وادخل في التفاصيل. انت بتسجل بطريقة سهلة وبسيطة في موقع سي بي اي بلد. تمام? وعلشان تضمن القبول في موقع سي بي اي بلد. لازم يكون عندك بريد الكتروني احترافي زي كونتاكت او ادمن ات اسم موقعك دوت كوم او دوت نت. وانا هسيب لك في صندوق الوصف طريقة اللي على البريد الكتروني بطريقة مجانية لما تحجز لموقعك. المهم انت كل اللي بتعمله بتدخل على اي موقع سي بي اي. تمام? وبتبدأ تضيف رابط المقالة وتحصل على رابط عرض السي بي اي بتاعك. تمام? وتبدأ تنشر العرض ده. زي ما قلنا اي حد بيدخل على الرابط هو بيوصل للمعلومة وبيقوم باكشن انت تحصل على ارباح. طبعا في موقع تانية زي موقع بتقبل كل المبتدئين بشكل مبسط جدا. مجرد ما بتعمل بيتم قبولك. او موقع برضو من افضل مواقع اللي انا بستخدمها واللي بتعتمد او بعتمد عليها في تحقيق الارباح من دي كانت الطريقة الاولى. وقبل ما نكمل الشرح ونعرف الطريقة التانية للربح من اخبار جوجل بفكرك ان قناتنا قناة تعلم دوت نت اه بنشرح فيها كل ما يخص الربح والعمل انترنت وفيه هنا فوق في حرف الاي هنا اكتر من عشر طلق الربح من التسويق بالعمولة عن طريق كورة او موقع الاجاباء على الاسئلة باللغة العربية وبفكرك كمان ان انت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يجي لك جديد فيديوهاتنا وكل ما يخص العمل والربح على الانترنت. الطريقة التانية بقى واللي كتير بيتكلم عنها وهي اللي واخدت دوشة كلها والترند كله في الربح من اخبار جوجل وهي الربح عن طريق المقالات. معظم اللي بيتكلم عن الربح من المقالات او اخبار جوجل او جوجل نيوز بيعتمد في الاساس ان هو يدخل على احد الموقع وليكن مثلا موقع تبدأ تضيف المقالات ديت على الموقع ولما بيتم قبول المقالة انت بتحقق ارباح تتخطى الميت دولار على المقالة. ده طبعا مثال للمواقع في مواقع منها كتير ولكن في ملحوظة مهمة جدا لازم تاخد بالك منها. مش كل الموقع دي بتقبل المقالات من الدول العربية. عندك مثلا موقع زي كتير جدا كتير جدا بتكلموا عنه وبشرحوا عنه لكن في معلومة واقعة من بعض الناس ومن بعض اصدقائنا وهو ان الموقع ده بيقبل المقالات من نيوزيلاندا ايرلاندا كندا استراليا وجنوب افريقيا. فقط الموقع اهو اترجم للغة العربية. نحن نقبل فقط الطلبات المقدمة من الولايات المتحدة وانجلترا ونيوزيلاندا وايرلاندا فقط. فانت لو تعبت واشتغلت تمام وبعدت المقالات هنا للاسف محدش هيرد عليك وللاسف مش هتحصل على ارباح. انا بقول بس النقطة دي ليه التركيز. طيب فيه برضو موقع تانية شهيرة طبعا ممكن تتفحص المواقع بس انا بدي لك الفكرة العامة للربح من المقالات. في موقع تاني اكسر ثقة تقدر تربح منه بدون ما تكون في دولة معينة زي موقع مثلا ميديم. ميديم دوت كوم. الموقع ده بيعتمد في الاساس على نشر المقالات او الاستوري او القصص على الموقع. شبيه كده مسلا نقول بفيسبوك. شبيه. ان انت بتبدأ ترفع مقالات عليه او قصص عليه. تمام? ويبدأ يعمل لك زي شبيه لايك هو حاجة اسمها تصطيف مسلا. ان هو مسلا يدي لك عشر نقط. انت النقط دي بتترجم وبتتحول لارباح. طبعا بتبدأ تسجل فيها بطريقة مباشرة بطريقة سهلة. تضغط على تمام? وبعد كده بتقول وبعد كده بتبدأ تضغط هنا على وبتبدأ بقى تسجل باي طريقة من استخدام البريد الالكتروني او فيسبوك او تسجيل ببريد الالكتروني غير جوجل. انا هسجل بجوجل. تمام? بطريقة سهلة وبسيطة. ما فيش اسهل من كده. انت هنا بتختار الاهتمامات احنا اخترنا مجال الصحة مسلا فهنبدأ كل ما يخص مجال الصحة. بتختار على الاقل لتلات تصنيفات وبعد كده بتبدأ هنا على تضغط هنا على تمام? بعد ما بتسجل في الموقع بتبدأ هنا تضغط على تمام? بتكتب بقى هنا العنوان عنوان المقالة اللي انت جبتها. ناخد مثال بسيط تمام? ده عنوان المقالة. عايز تعمل عليه تعديل او اعادة صياغة. ما فيش اي مشكلة. بتكتب هنا العنوان. بعد كده بتخبر بقى القصة او محتوى الموضوع. بتبدأ تاخد بقى المحتوى ده كله كده. وتعمل له تمام? بقى باستخدام ازا كان الاصطناعي او اي موقع لعادة صياغة مش هيهمني. تمام? وبعد كده بتبدأ ترفع بتاعك. طبعا يفضل انت تضيف صور برضو. وطبعا مش هناخد الصور اللي موجودة في المحتوى او في المقالة اللي احنا اه تكلمنا عنها. احنا هنا بندخل على احد الموقع المجانية اللي بتدي لك صور اه بدون حوق ملكية. زي مسلا موقع بتبدأ تبحث مثلا عن الهلس او الاكل الصحي او 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 وتبدأ تحمل الصور. بتحمل الصور ازاي? بتيجي هنا على البلاص دي. وتختار الصورة من هنا. وبتبدأ ترفع الصورة من على الجهاز بتاعك. وبتبدأ تكتب المقالة وبعد كده بتضغط هنا على على علشان يتم نشر المقالة على موقع وتبدأ بقى تحقق الارباح مجرد ما يكون في تفاعلات. ركز لازم يكون في تفاعلات على المحتوى بتاعك وطبعا كل ما بتكتب محتوى جيد وجازب واللي فيه بنعتمد في الاساس على اخبار جوجل لانها بتكون شايقة في الغالب. تمام? فكل ما في تفاعلات على المقالات بتاعتك ويتخطط تلاتين ثانية في قراءة المقالة كل ما انت بتحصل على ارباح. طيب في واحدة يسألني وليه الدوشة دي كلها هل انا ايه معدق ارباح اللي هيجيلي ومش عارف انا هيجيلي تفاعلات على المقال ده ولا لأ ولا ولا ولا. هقول لك ما تقلقش انا معاك انت تقدر تستغل لنفس الاستراتيجيات في طريقة ربح تانية. ازاي? انت بتروح تمشيء مدوانة على بلوجر. طريقة مجانية جدا. وتبدأ تكتب المقالات اللي انت حصلتها ديت على مدوانة بلوجر. وقبل ما تكتب المقالات هدي لك كده او معلومة مهمة جدا لازم تاخد بالك منها ان انت كل ما بيكون الشغل بشكل احترافي كل ما يكون معدد ارباح بتاعك اعلى. ازاي? يفضل ان انت تحجز وتربطه بالمدوانة بتاعتك. علشان تشتغل بشكل احترافي. لما تيجي اتروج لحاجة او بترفع مقالات باللغة الانجليزية وتبدأ تستهدف الدول الاجنبية يكونوا شايفين محتوى مدفوع موقع مدفوع مش مدوانة بلوجر مجانية اللي ممكن اي واحد يعملها في اقل من ثلاث ثواني. طيب ازاي? انا جايب لك كود خصم وفرصة ما تتعوضش في ان انت تقدر تحجز الدومين بتاعك دومين دوت كوم بقل من اتنين جنيه استرليني في السنة. او بمعادل اتنين ونص دولار في السنة. او بمعادل تمانين جنيه مصري. طيب لما بتحجز الدومين دوت كوم ده بتحصل كمان معاه على بريد الكتروني احترافي باسم موقعك كونتاكت او 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 ات اسم موقعك دوت كوم مجانا لمدة سنة. طيب بتحجز الدومين ده ازاي? بتيجي هنا تبحس وتكتب اسم الدومين اللي انت بتبحس عنه. وليكن مسلا كمثال الشرح يوسف احمد او اسمك الشخصي. طبعا يفضل حجز دومين مرتبط بالمجال اللي انت هتشتغل عليه. المهم على سبيل الشرح بناخد يوسف احمد. بنضغط على السيرش علشان نشوف الدومين متاح ولا لأ? زي ما انت شايف هنا ايام بروسيتو باسكت بروسيتو باسكت بروسيتو باسكت هنا بقى نركز علشان لا نتحمل اي تكاليف اضافية. بنبدأ نحزف الحاجات اللي بتحملنا تكاليف اضافية. تمام? زي دي. وزي دي. وزي دي. علشان يكون التكلفة بتاعتي واحد تسعة وتسعين من مية جنيه استرليني وبدأ اضغط هنا على علشان بقى نضيف البيانات بتاعتنا والحجز والبريد الالكتروني واسمك وبيانات الدفع علشان تقدر تحجز الدومين بتاعك وتحصل على البريد الالكتروني. بعد كده بتربط الدومين بتاعك بهم دونت بلوجر وتبدأ ترفع التدوينات او المنشورات بتاعتك بنفس الصيغة اللي احنا اشتغلنا عليها على موقع تمام? خلاص بتبدأ بقى تروج للمقالات ديت وتبدأ تربح حاجة من اتنين يا اما من اعلانات ويفضل وطبعا بنصاحك دايما انت تعمل فلترة للاعلانات على جوجل نصيحة لان في اعلانات مخلة جدا اعلانات مش كويسة فحاول تبعد عن اه الاعلانات الحساسة اللي موجودة على جوجل ادسنس. اول انت تستغل المقالات ديت في الربح من التسويق بالعمولة. وانا شارح بالتفصيل فوق في حرف الاي هنا اكتر من مية طريقة واكتر من مية استراتيجية للربح من التسويق بالعمولة. تمام? الطريقة التالتة للربح باستخدام برضو اخبار جوجل ان انت تستغل المقالات دي سواء كان بقى على مدونتك او مباشرة على احد مواقع اه اختصار الروابط ودي برضو معدل ارباح حبيبة قليل مش هنقول افضل اه حاجة ولكن برضو المبتدق تنفع تستخدمها وتستغلها وطبعا انا شارح اختصار روابط والتفصيل فوق في حرف الاي هنا تقدر تشوفه وتشوف ازاي هتربح من اختصار روابط باستغلال اخبار جوجل. بكده يا رب اكون قدرت اوصل لكم المعلومة بشكل مبسط وازاي فعلا تقدر تربح باستخدام اخبار جوجل خطوة بخطوة للمبتدئين. بتمنى ان اي حد بيشوفني لحد الوقتي يدعمنا ويشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يجيلوا جديد فيديوهاتنا وكل ما يخص العمل على الانترنت. واكيد ما تنساش اللايك والشير علشان غيرك يستفيد. واكيد في انتظار اسئلتكم واستفساراتكم عن اي استراتيجية وان شاء الله نحاول نشرحها ليكم فاسرع وقت ممكن. باتمنى الخير والتوفيق لكم جميعا واشوفكم على خير وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.